الآن وصلنا إلى ريستوران كافي أوركيدا طبعاً هذا المطعم اخترنا من بيروت و الآن وصلنا طبعاً هذا في بلدة متلقو أو سلمان شاهر بيسموها بعض الأحيان فهنتوجه على المطعم لأن بعض هذه الجولة كلها سوى صار لازم نتغذى السلام شكراً 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 أو تطلعوا هنا حسناً دعنا نختار هنا شكراً تقريباً سعلاً هنأخذ صورة المطعم بشكل عام بفعلاً مطعم رائع شكراً هناك شيء يريد أن أفرحكم على هذا شكراً هذه هي بركة الماء بوسط المطعم وهناك عدد من الموتسيكليت دعنا نفرحكم على هذا كما ترون هذه بداخل المطعم عدد من الموتسيكليت هذه جولة هذه هي السماور الشاي هناك جاهز بالشاي هذه السماور لا ترون وهلأ دعنا نكفي جولتنا في هذا المطعم الحلو والجميل ودائماً هذه المطاعم وهذه الأماكن لا ترونها إلا مع حسين المقداد وهيكاً طلعنا لبرة المشاهد الحلوة هنا أكيد مطلة على البحر هذا البحر قدامنا بحر قزوين فعلاً مطعم كثير حلو كثير رائع هون أفرجيكم كيف أعداد حلوة كثير أكيد على الطرفين وأعداد جميلة جداً وأجواء رائعة ونكفي فيها لنوصل على شط البحر فإذاً هذه مدينة سالمان شاهر أو متلقو مدينة حلوة كثير ورائعة متل ما شايفين وصلنا لشط البحر هون وعم نشوف هال أجواء الحلوة حفظ مسجد بحرم لا المشكل نحن تمت بحرم نحن بهم المصفرات سوى نحن نريد التقليد متمكن هنا لذلك من ان يتبهي اغارية غيراً شكراً نحن لأنكتت عربي صحبت أنا أحليً لبنان نحن 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 سن فمنكفي معكم هالجمالية هايدي متما عم نشوف مشاهد رائعة هلأ هونيك عم نشوف المظلة اللي منمشي فيها بالزورة هلأ حتطلع بعد شوي مشهد كتير حلو هلأ بلشت فحنفرجيكم عليها بلش ينطلق الزورة بسرعة مشاهد كتير حلوة وكتير رائعة نشوف إذا فينا نقرب الصورة شوي هاي اللي قربنا الصورة شوف هالمشهد الحلو الرائع وخلينا نرجع بالصورة مثل ما كانت منطقة كتير حلوة فيها كل أنواع الترفيه فيها كل شي ممكن يخطر على بال حتى يطلع الواحد برحلة بالزورة بالطيارة يطلع يعمل فكل أنواع الترفيه موجودة بهالمنطقة هايدي وهون كمان مناخد صورة لهيدا المطعم الجميل جدا وهو مطعم أركيدي مثل ما قلنا بمنطقة سالمان شاهر أو مترقو كمان منطقة برحلة برحلة كمان منطقة برحلة وهلأ هنفوت لحتى ناخد الطاولة اللي إلنا هتكون الطاولة مطلع على البحر هندخل هل نختار؟ سالان 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 ماذا أريد أن أخبركم؟ لحم قليلا الجيج الرز البصفير نضع على اللحم لدينا دلستر ماذا أريد أن أخبركم؟ إنها جميلة وعلى البحر يتعلم ببراسيلينج وعلى البحر يتعلم بقصص وروايات ومن بعد أن أخبركم سيلافت بالكاميرا سوف أعطيكم المطقة التي تقوم بها يا عيني يا عيني اظهروا لكم انتظروا لكم ماذا أريدكم؟ أريد أن أريكم هذا المشهر سوف أتمنى لكم هذا المشهر طبعا رحلتنا بلشت من مرزا نباد كافينا من مرزا نباد على بحيرة غلاشت وبالطريق كان فيه مشاهد كثير كثير رائعة صورناها أجمل من سويسرا كافينا على البحيرة بحيرة غلاشت وعملنا جولة بالزورة كانت كثير حلوة وكثير رائعة والطقص بالطريق لما رجعنا كمان أخدنا مشاهد روعة كثير الغيوم كانت مكللة الجبال ورؤوس الجبال مكللة بالفلج ومشاهد المراعي الحلوة والجميلة ومن هونيك كافينا رجعنا على مرزا نباد أعملنا محطة لحتى صلينا بالمسجد هونيك بسيحة المدينة ومن هونيك كافينا على كيلارداشت بكيلارداشت يعني جمالية لا توصف لوحات رسمها الخالق فعلا من الغابات الحلوة والجميلة إلى الغيوم إلى التأس البارد هونيك وطلعنا على أعلى تلة هونيك وصورنا كيلارداشت من فوق من الميلة الأولى فكان في مشاهد رائعة جدا 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 من بعدها كافينا نحن رايحين على غابات عباس أباد كمان أخدنا مشاهد روعة وبالطريق إلى عباس أباد كان في عنا مشاهد كثير حلوة لحد ما وصلنا لمجرى نهر فتنا بقلب الغابة وحكينا مع الناس المحليين اللي جايين من مناطق بعيدة في حدا جاي من من كرج فتصوروا من كرج جايين لهون على منطقة غابات عباس أباد لحتى جايبين معهم الخيمة جايبين معهم مولعين نار لحن وإلى ما هنالك ففعلا كانت روعة روعة كتير هالمشوار كان حلو وبالأخير كان ختمها مطرح ما شايفين هلا البحر وراي كيلا هذه المنطقة هي منطقة سلمان فالخموز أัد المطاعم تحديد المطاعم مطاعم جدا 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 فهنا موضوعني بلحل ورانا عم يعملوا القارسايلينج إذا شايفين الزوارق كمان ففعلاً كانت رحلة حلوة كثير 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 كان معكم المرشد السياحي حسين المقدار إلى اللقاء